على مستوى الدوري على مستوى الكرة العالمية هنخلي ماتش أرسنل و سيتي في الآخر لأنه لسه الماتش شغال كده كده الماتش يعتبر خلصان أرسنل يعني كسبان لكن هنحكي عن تفاصيله وكمان شوية ليه لأنه هنبدأ الأول بميسي ميسي كان المفروض من فترة كده تقال إنه هو تم الاتفاق معاه إنه يعمل حملة ترويجية سياحية للمملكة العربية السعودية ولكن فجأة ما خرجتش أي تفاصيل عن الزيارة دي وما حصلتش الزيارة لحد ما من يومين بدأت تنتشر صور زيارة ميسي إلى المملكة العربية السعودية لدرجة أن البعض تساءل هي دي صور قديمة لكن ظهرت دلوقتي ولا هي زيارة حصلت دلوقتي في المملكة العربية السعودية دي صور اللي انتشرت بالأمس لميسي ضمن حملات ترويجية للسياحة في المملكة العربية السعودية وطبعا ميسي علاقته معروفة ما بينه ما بين المملكة العربية السعودية وتحديد المستير تركي آر الشيخ وكان ليه دور يعني على مستوى الترويج لعدة أمور في المرحلة الماضية لكن اللي عرفنا النهاردة بحسب لكيب الفرنسية إنه إدارة النادي رافضة تماما لهذا التصرف وإن تصرف ميسي كان مش بموافقة إدارة النادي ولا بموافقة جالتيه المدير الفني للفريق إدارة النادي بحسب التقرير قررت عمل عقوبة مالية على ميسي اللي تواجد فيه المملكة العربية السعودية بدون موافقة النادي وإنه جالتيه ولا لويس كامبوس المدير الرياضي كانوا عارفين بسفر ميسي أساساً وإنه هو ما كانش ياخد إذن بالتغيب عن المران وإنه الفترة دي اللي هي أسبوعين هيتم خصم راتبه ومش هيتمرم مع الفريق الأول قالوا الناصر الخليفي رئيس النادي غير سعيد بتصرف ميسي والمسألة ستعالج بشكل مباشر في الضوحة خصوصاً مع تعصر ومفاوضات تجديد عقد ميسي ده بيجي في الوقت اللي غالباً برضو قصة التعاقد أو العمل التعاقد الجديد واضح أنها متعثرة واللعب واضح أنه في طريقه إلى برشلونة لو عرفوا يحلوا المشكلة بتاعتهم هناك ميسي 35 سنة سجل 20 هدفاً صنع 19 مع باريس سانجرما في 37 مباراة لعبها هذا الموسم ده في الوقت اللي كريستيان رونالد وبعض التقارير بتقول أنه عايز يمشي من النصر بنهاية هذا الموسم وأنه ممكن يكون ليه دور في ريال مدريد في المرحلة المقبلة تبقى للتقارير باريس بحسب برضو التقارير قالوا أنهما مش هيجددوا عقد ميسي وهيقفلوا المفاوضات بسبب التصرف اللي عملوا واضح أنه ده مش مجرد بس بسبب أنه سافر يعني واضح أنه سفره جاي بعد خلافات وسفره ده هو القشة التي قسمت ظاهر البعير يعني وأنهت المفاوضات ما بين الطرفين أعتقد ميسي ما حصلتش يعني خالص أنه يتعاقب بشكل زي ده سواء معلن أو حتى مسرب من خلال التقارير كان لعب مباراة لوريا وانتهت بتلاتة واحد خسارة لباريس سانجرما كان المفاوض يبقى فيه عطلة يومين مخطط لها لكن هو سافر وهو على الطيارة تم إلغاء الأجازة بالمناسبة بحسب التقارير دلوقتي خلينا أقول لكم أنه ليدز يونيتد كانوا بيلعبوا مباراة مع بورد ترجمة نانسي قنقر